اشتركوا في القناة 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 والأنشطة الموازئة اللي هدرنا عليها في الجزء الأول من ضمنها أكيد رياضة كرة القدم والموسيقى والرقص وأشياء أخرى بالنسبة لكو التواصل وتوثيق غيرتها هذه الأنشطة التي كتقوموا فيها غيرتها قيمة مضافة للعمل ديالكو وكيفش كتشوفوا تفاعل الناس معنا بالفعل على مستوى الفضاء الأزرق أكيد فالتوثيق يعطي واحد دعم للأنشطة اللي كان قوموا بها فأي واحد غادي يسمع الجمعية غادي يقول شنو تي ديرو فانفا غادي يدخل للاباش جانب فيسبوك اللي هي اللي كان نشط فيها أكثر من المواقع الأخرى إضافة الإنستغرام غادي يشوف عبر الوقت شنو الأنشطة اللي زولناها شكون اللي يستفد منها شنو كان المحتوى ديالها وغادي وبيضا نشغيلها إلا كانت انترسة بها غادي يقونتكتينها وغادي نقدرون نخدمها لحواج آخرين أكيد وربما أيضا فيها تحفيز للشباب والشابات اللي كيقوموا خاصة على مستوى الأنشطة الموازية يعني تكون مباراة في كرة القدام يصوروها يشوفوا نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي بارتاجوها مع عائلاتهم ولا مع أصدقائهم أيضا يعني على الصفحة كنشوفوا كما شفنا قبل قليل دروس دعم وأيضا أنشطة رياضية وأخرى كما نقدروا واحد الاستطلاعات ديال الرأي العام على الأباجيك علش هذه الآلية تقديم منها اللي كنشوفه ده دورة استدراكية فرصة خاصة تستغل حتى نعاونوكم بيش توجدوا لها وتنشحوا إن شاء الله شنو ما المواد اللي بغيتو نخدموا معاكم عليها يعني كتشركوا الناس معاكم بالمبادرات اللي ممكن تقوموا فيها وهذا أمر جميل هاتستلع الرأي هذا فكرني في ديكريات مزيانة لأنه أنا اللي كنت مشرفة على الصفحة في هذه الوقتها هذه وليلأسف وقعونا بثاف الناس اللي انتيحة البكالوريا كانوا ناس اللي ما قدروا شي نشحوا ولي جابوا الدورة استدراكية بغنا نقول لهم احنا معاكم منعاونوكم في اللول ونعاونوكم من بعد حتى توصلوا ولكن كانتنا شوية ديال ما مكناش عافين بالضبط شنو بغين إذن فاشل خلان ندير واحد ستلع ديال الرأي باش نعرفوا شنو شنو غاد نديرو وكيفاش غاد نديرو ديمقراطية شركوا الناس ويختاروا لكل مواد حيث بالصعب بما كان انك تحكب هاد الناس تقولوا مثلا كاللي سقط في الفيزيك كاللي سقط في الكيميا كاللي في الفرنسية كاللي بغي يقرأ لغة أخرى يعني مزيانة مزيانة ومن خلال هده تحددوا يعني المواد اللي غاد تقدموا فيها الدروس غنشوفوا بعض التعليقات اللي تنشر على الصفحة نشوفوا مع أسامة على سبيل المثال مبادرة طيبة وجميلة جزاكم الله خيرا واجعلوا في ميزان حسناتكم فخيركم من تعلم العلم وعلمه ومن سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني هذا هو النقطة المميزة ربما لكم غيطة أنكم اخترتم البذل والعطاء عبر تقديم العلم والمعرفة هناك من الجمعيات من اختار نسقا آخر مسارا مغايرا هو المعونات الطبية المعونات أقطية ألبسة إلى غير ذلك انتم لا انتم ما ذهبتم في هدف بعيد ومستدام لأنه ليس من السهل أن تعيد طالب لمقاعد الدراسة ليس من السهل أن تسان في نجاح طالب في امتحان ولوج لمدرسة عليا أو غير ذلك هذا الهدف جاك عن قناعة أم عن احتياج وخصاص على مستوى البلاد أنه كان طلبا للأسف مع دروس تقوية بسيطة جدا ممكن أن ننشله من الشارع ربما من الضياع فكيفما قلت هو قناعة أحتياج احنا كيفما قلنا احنا من وسط من ناس اللي محتاجين حسين بهم وعارفين لاش محتاجين وعارفين باللي بعد المرة تتبغي تعاون ولكن ما تتعرفش كيفاش قدر تعاون وانت مازال طالب ما زال ما عندكش موارد اللي تقدر تعاون بها فكي بالك بأنه ما كيش محسن من لي معطي غيال أو من اللام اللاماتي نعم نعنوي ومنهم المعلومة المعلومة بعد المرة تقدر تبالك انت عندك معلومة وتتخليها لك وحد آخر محتاج لها ومعارفهاش يقدر هادشي يؤثر عليه هو من بعد علش لا حسنا نعاون ونعطيه من المعلومات لدينا مع ناس خرين اللي محتاجين لها يقدروا يدعوا معنا من بعد يقدروا هم براسهم كيف ما المثال جل بديع اللي معنا يقدروا هم براسهم اعطوهم معلومة لحد آخرين واسبقها غاد جاء صحيح وينعكس أيضا على المجتمع المحلي يعني كتعذري مثلا أنتم كتعملوا في الدار البيضاء ينعكس على الدار البيضاء أنه كنقللوا من الأطفال والشباب اللي كيلتجوا للشارع الانحراف إلى غير ذلك وكنساعدوا في بناء بنات الغد عندك إضافة في هذا السياق طبعا نديوح لإضافة صغيرة هو أنه فاش بدأت شارع كنا نشوفوا بزاف الناس دارين بنا يدروا بزاف المبادرات كيف ما قلت معونات سجل غذائية أو طبيعة وهذا هو حواج اللي احنا محتاجين لهم أكيد ولكنه ما حواج اللي كيتقادوا يعني هنقدر نديلك القفاة عمرها لذلك شيء اللي غتحتاج حالا تبقى سيمانة جوج يمكن قاع شهر ولكنه ليس بحالا عطيتك شيء حاجة غتعرفها ذلك شيء مناسباتي غيكون يعني عنده واحد الأمد الزمني ويساعد عندك شيء لاشغ ساكساتيه شيء حاجة اللي غتخليه يعرف شيء حاجة اللي غتخليه يقلب شيء حاجة اللي تخليه ابني راسو براسو جميل عندكو أيضا كان عندكو بعض الخارجات الإعلامية يعني بعض المواقع الإلكترونية تحدثت عنها مثل مستاشو تحدث عن شارت عن المبادرات التي تقوم بها وأيضا عن الطلبة الشباب اللي كعكفوا على تقديم العلم للمستفيدين منه من الطلبة من الإعداديات من الثانويات وحتى المقبلين على ولوج عالم الجامعة ويلاف بوستا هو اكتب عليكم مقال خاص بالأنشطة التي تقوم بها الجامعية وأيضا توفير دروس تقوية بالمجان للطلبة الذين يعيشون في وضعية صعبة وكان لكم أيضا مرورا على مستوى إدعاء تيت راديو في أحد البرامج لتقديم تفاصيل أوفع عن هذه المبادرة كتشوفوا أنه كان هناك اهتمام من الإعلام المحلي بكل وأنتي المسؤولة عن العلاقات كنت تكون يعرفها شوية في هذا المجال بكل ما تقومون من أنشطة كان واحد الاهتمام اللي يقدر يعطيه واحد القيمة مضافة للأنشطة والمبادرات التي تقوم بها شارت الحمد لله كان اهتمام كبير والدليل هو أنه إحنا كنين هنا كنين معكم وهذا الشيء يحفظنا وهذا الشيء يخلينا نمتقوه نهار على نهار على أن هذا الشيء يقوم بناس الأخرين لذلك يجبنا نزيده ونكبره كتر